بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في جلستنا لهذا اليوم في مجال الطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أسعد بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر سيكون عنوان جلستنا لهذا اليوم أسباب الطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه سنتحدث بتفصيل أكبر بإذن الله عن الإصابات التي تكون أثناء الحمل سنفصل بها بشكل أكبر الإصابات المتعلقة بالحمل سواء أثناء الحمل أو بعد الحمل بإذن الله تعال الإصابات أثناء الحمل قد تشمل هذه المضاعفات حالات مثل العدوى التي تتعرض لها الأم أثناء الحمل ومضاعفات الولادة مثل ولادة الطفل قبل الأوان بشكل كبير ودرجة الضغط الشديد الذي تعرضت له الأم أثناء الحمل ومعدل تعاطي الأدوية الأخرى إلى جانب التب والكحول أثناء الحمل وعوامل أخرى إذن بإذن الله في هذه الجلسة سنتحدث عن بعض العوامل وبعض المشاكل التي تكون أحيانا تسبب اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أثناء الحمل ربما تعرض الأم لضغوط أحيانا التدخين ربما كذلك يؤثر على الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لدينا كذلك ربما التناول الأدوية يؤثر على الدماغ والإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه جميع هذه العوامل لها تأثير على الدماغ بالتالي الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه كذلك تحدث عن العدوى التي ربما قد تكون لدى الأم أثناء فترة الحمل كذلك قد تسبب لدى الجنين أو المولود بعض المشاكل في الأخير تسبب لها إطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه قد تكون نسبة أقل من حالات إطراب فرط الحركة وضعف الانتباه ناتجة كذلك عن إصابات في الدماغ بعد ولادة الطفل بسبب أمراض أو صدمة في الدماغ أو أورام أو سكتة دماغية أو حتى تسم مثل التعرض للرصاص أو المبيدات الحشرية إذن النقطة السابقة تحدثنا عن أن الإصابة ربما تكون بسبب إصابة أثناء الحمل إصابة الأم بعدوى، تناول الأدوية، التعرض لبعض الضغوطات ربما تسبب للجنين الإصابة بطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ولكن كذلك ربما قد تحدث بعض الإصابات بعد ولادة الطفل أو تسبب له بعض هذه الأمراض إما أمراض أو صدمة في الدماغ تسبب لهذا الطفل الإصابة بطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، ربما الإصابة بسكتة دماغية أو حتى تسمم مثل التعرض للرصاص أو المبيدات الحشرية جميع هذه ربما تخلق مشاكل لدى الأطفال للإصابة بطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه إذن لدينا أسباب الإصابة أثناء الحمل لدى الأم وكذلك ربما تنتج بعض الأسباب بعد الولادة تسبب الإصابة بطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في الآوين الأخيرة ظهرت بعض الأبحاث أن عوامل الخطر البيئية هذه يمكن أن تتفاعل مع الجينات الخطرة المسببة لطراب فرط الحركة وضعف الانتباه التي تمت مناقشتها سابقاً فتزيد من خطر إصابة الطفل بطراب فرط الحركة وضعف الانتباه إذن نتحدث في الآوين الأخيرة ظهرت بعض الأبحاث أن عوامل الخطر البيئية هذه يمكن أن تتفاعل مع الجينات الخطرة المسببة لطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه إذن بعض هذه العوامل البيئية التي نتحدث عنها ربما قد تسبب الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه عندما هذه التعرض للسموم أو الدخان وكما تحدثنا في الشرائح السابقة ربما تجعل الطفل يصاب باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه عندما يزداد تفاعلها مع هذه الأشياء العارضة التي عرضت لدى الطفل أثناء الولادة أو بعد الولادة تسبب لديه هذه المشاكل تزيد من خطر الإصابة على سبيل المثال إذا نقلت إحدى النساء الحوامل الواحدة من أكثر الجينات الخطرة المسببة لطراب فرط الحركة وضعف الانتباه إلى طفلها وكانت تدخن خلال الحمل فإن خطر الإصابة بفرط الحركة وضعف الانتباه في طفلها يتضاعف من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف أكثر مما كان يمكن أن يحدث من وجود الجين الخطر وحده أو تدخين الأم وحده إذن عامل الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أحيانا ربما تحدثنا في الأسباب الوراثية أن يكون سبب جيني سبب الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه قد يكون هذا العامل ضعيف ولا يؤدي الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه كذلك من العوامل التدخين ربما يجعل الطفل يصاب تدخين الأم أثناء الحمل ربما يجعل الطفل أو الجنين يصاب باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لكن إذا اجتمعت مع بعضها البعض اجتمع هذا العامل وهذا العامل فربما تتضاعف من مرتين إلى ثلاث مرات نسبة الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه هذا يعد كذلك من الأسباب البيئية التي تزيد من نسبة الاحتمال باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه هنا نلاحظ من خلال ما قمنا بعرضه ابتداء من علم الأعصاب وعلم الوراثة أنه لا توجد أسباب اجتماعية تنتج عن سبب التنشئة التنشئة الأبوية مثلا لنفترض البعض يقول أن التنشئة الأبوية وسوء التربية يحدث الطراف فرط الحركة وتشتت الانتباه هذا غير صحيح جميع ما تحدثنا عن في الجلسات السابقة نبين أن الإصابة غالبا إما تكون بسبب مشاكل في الجينات مشاكل ويراثية وإما أحيانا ربما وهي في الغالب وربما أحيانا تكون بسبب مشاكل أثناء فترة الحمل إما أثناء الولادة قبل الولادة بعد الولادة تتسبب في الإصابة بالاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه تحدث مشاكل في الأعصاب في الدماغ بالتالي يحدث اضطراب فرط حركة وتشتت الانتباه الجانب العلمي هنا لا توجد أي إشارات تشير أن سوء تربية الوالدين وهذه التهمة التي يلقيها البعض جزافا نحو بعض أولياء أمور هؤلاء الأطفال والمراهقين والمصابين بالاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ليس لها أي علاقة بالإصابة بالاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه إنما هي أسباب خارجة عن إرادة الوالدين خارجة عن إرادة الطفل تسببت بالإصابة بالاضطراب حتى نحن نؤكد دائما على المعلم عند داخل في المجال التربوي والمجال السلوكي عند التحاق هذا الطفل في المدرسة أن تتغير إذا أصبح لديه معرفة بكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال الذين لديهم اضطراب فرط حركة وتشتت الانتباه أن تتغير النظرة تجاهها بدل أن أرى أن هذا الطفل مشاغب لعاب مزعج يستاهل الإبعاد من الفصل أو أقفه في الفصل أطرده من المدرسة أسبوع أسبوعين تتغير النظرة أن هذه خارجة عن إرادته سبب هذه المشاكل الوال التي لديه خارجة عن إرادته مشاكل في الدماغ هو لديه مشاكل في الذاكرة العاملة وتحدثنا عنها في شرائح سابع النقل لديه مشاكل في أن يدرك أنه الآن يجب عليه أن يقوم بأداء العمل مثلا حل واجب الرياضيات واجب الرياضيات أو تمرين الرياضيات تحتاج إلى عدة خطوات الطفل أو المراهق الذي لديه اضطراب فرط حركة وتشتت الانتباه لديه مشاكل في هذه القدرات أن يدرك أن عليه يجب الآن أن يقوم بإخراج القلم إخراج الدفتر ثم كتابة وحل هذا التمرين المطلوب منه لدى أي طفل و أي شخص آخر هي يقوم بها بشكل روتيني و اعتيادي لكن هؤلاء الأطفال لديهم مشاكل في الدماغ و هي التي تحدثنا عنها مشاكل الأعصاب و من ناحية علم الأعصاب هي التي نتحدث عنها تحدث لديهم هذه المشاكل بأن لا يدرك الحالة التي هو فيها و أن عليها أن يقوم بالخطوات واحد اثنان ثلاثة ثم الوصول إلى النتيجة النهائية هو لا يدرك أو لا يستطيع ترتيب هذه الأمور داخل دماغه بشكل سليم القدرات لديه لا بأس بها ربما تكون أفضل من الآخرين القدرة الأكاديمية سواء أو قدرة رياضية أي كانت القدرة التي لديه ربما يكون مثل أقران الآخرين أو أفضل مثل و مثل الآخرين يعني تتزيد تنقص لكن الذي يحدث لديه مشاكل في الوقوف مثلا أثناء حديث المعلم عدم إكمال الدرس أن يقوم فجأة بالاندفاع نحو زميلة إما بسبب شجار حدث بينهما يقوم برمي قلم بشكل مفاجئ على زميلة كل هذه بسبب مشاكل خارجة عن إرادة الطفل ليس لها علاقة أبدا بالتنجية الاجتماعية أو التربية أو البيئة الذي عاش فيها هذا الطفل إذن هنا نقوم بتفصيلها أو بذكرها بشكل واضح لاحظ هنا أنه لا يوجد دليل دامغ يشير إلى أن العوامل الاجتماعية مثل الأبوة أو البيئة التعليمية قد تتسبب في اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه فالأدلة الموجودة التي تستخدم مثل تلك التفسيرات أصبحت الآن ضعيفة لدرجة أنه لا يوجد عالم مرموق يعمل في هذا المجال ويمنحها أي مصداقية هذا لا يعني أن العوامل الاجتماعية غير مهمة لكنها ليست العامل الأول المفسر لحدوث اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه كذلك استبعدت الأبحاث مؤخرا إعاقة المواد الغذائية تسبب هذه الإصابة بهذه الإعاقة مثل السكر أو المواد الحافظة الغذائية والمواد المضافة بظهور اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه قد يكون بعض الأطفال الحساسيين للأطعم الملونة بشكل كاف لإحداث أعراض اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه أو تفاقمها بشكل معتدل لكن هذه الأثار غير موجودة في كثير من الأطفال وغالبا ما يكون تأثيرها في الأطفال في سن ما قبل المدرسة وليس في سن المراهقة والبلوغ إذن كذلك بعض الأسباب التي نستبعدها هي أحيانا ربما البعض يقوم بأن تعرض هذا الطفل لموقف داخل المدرسة أو مثلا لنقول غضب شديد من قبل بعض المعلمين طرد من المدرسة تعامل سيء داخل المدرسة مع هذا الطفل و هذا لا يوجد لدينا بحمد الله ولكن البعض يرجعه للإصابة باضطراب فرط الحركة و تشتتباه هذا ليس له علاقة كما تحدثنا قبل قليل عن حالة التنشئة الاجتماعية كذلك البعض ربما يربط تناول الكثير من الأحلويات و السكريات أحيانا المواد الحافظة يربطها بالإصابة باضطراب فرط الحركة و تشتتباه بالتأكيد لها ربما أضرار لها مشاكل ولكن لا نجعلها شماعة للإضطراب بفرط الحركة و تشتت الانتباه الأسباب غالبا و في العام الأغلب أن تتعلق بالوراثة كما أن اضطراب فرط الحركة و ضعف الانتباه لا ينشأ من مشاهدة التلفزيون بشكل مفرط أو استخدام أجهزة الكمبيوتر بشكل متكرر أو لعب ألعاب الفيديو على الرغم من أن درجة مشاهدة التلفاز في سنوات ما قبل المدرسة كانت مرتبطة بدرجة بسيطة بحالة عدم الانتباه في بعض الدراسات بينما فشلت دراسات أخرى تماما في تأكيد تلك النتيجة كما أن نتجاه السبب غير واضح كذلك اضطراب فرط الحركة و كذلك ربما لا نغفل التوحد كذلك بأحيانا ربما يربط كثرة مشاهدة التلفاز الأغاني و الأنشيد السريعة يقام بربطها بالتوحد كذلك كل هذه ربما تظهر لدى الطفل أحيانا بعض أعراض التوحد أو أعراض طراب فرط حركة و تشتتتتباه لكن لا يوصم و يوصف هذا الطفل بأن لديه طراب فرط حركة و تشتتتتباه أو توحد إنما هي ربما بعض الأعراض الجانبية لهذه المشاهدات لو توقف عن المشاهدة سيتوقف ولكن لا يكون لديه اضطراب فرط حركة و تشتتتتباه أو توحد بسبب مثلا كثرة اللعب في ألعاب الفيديو لا تسبب هذه المشاكل و تسبب مشاكل أخرى لكن ليس لها علاقة بالتوحد أو اضطراب فرط الحركة و تشتتت الانتباه إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية جلستنا لهذا اليوم مكرر و شكري لكم مرة أخرى على إنصاتكم و استماعكم سعدت بتواجدي معكم في هذه الجلسة الأستاذ محمد بن أحمد الناصر و إلى الملتقى بإذن الله في جلسات قادمة والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته